نظام تسلطي غير حر هكذا تصف مؤسسة فريدام هاوس الوضع السياسي الحالي في العراق وفقا لمقياس الديمقراطية فشل النظام السياسي في العراق حوله إلى منظومة يحكمها مجموعة من اللصوص بحسب دراسة نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وعلى الرغم من طموح المتظاهرين نحو التغيير فإن ثمانين بالمئة من العراقيين لا يثقون بقدرة الانتخابات المبكرة على المجيء بنظام حكم أفضل بسبب قوة ونفوذ الأحزاب الحالية وفي ظل عدم وجود ضمانات لنزاهتها نتيجة لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران على المشهد السياسي وفقا لآخر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب فوضى العملية السياسية بنهجها الإثني والطائفي استنطقت الرئيس الحالي برهم صالح معترفا في لقاء تلفزيوني بأن منظومة الحكم منذ عام 2003 يشوبها خلل بنيوي ولم تفي بمتطلبات العراقيين هذه المنظومة لا تفي بمتطلبات العراقيين فيها خلل بنيوي يجب أن نقر بأن المنظومة الحالية لا تفي بالغرض لا تفي بواجبها ورغم تفاقم الأزمات إلا أن أحزاب السلطة المتنفذة ما زالت تسيء تقدير الموقف وتعتقد أن الأجواء مهيئة لإعادة تدوير نفسها وإدامة هيمنتها على البلاد لسنوات قادمة وهو تقدير خاطئ فشل في استقراء حجم الغضب الشعبي نتيجة تفاقم مشاعر الإحباط لدى الشباب في عموم العراق شباب لن يرضى إلا بإنهاء كامل للعملية السياسية الحالية وفقا لتقرير معهد واشنطن ولعل الهتاف الذي صدحت به حناجر المتظاهرين بالقول أن ريد وطن هو تجسيد لمفهوم الثورة الشاملة